السلام عليكم بهذا الفيديو راح يكون اخر موضوع هو الباكتيريا الانفكشن اول اشي راح نحكي عنهم ميجروب بي ستريبتوكوكاي او استريبتوكوكاس اجالاكتيا الدكتور ما شرح له السلايدات حكي ان احنا اول اشي راح احكي عنهم بسرعة اول اشي هو بيرام بوزيتو كاكاي اذا ان تذكرين فهو بعمل على شكل المسبحة نفرق بينها وبين جروب ا بيعمل بيتا هيموليس بيعمل بيتا هيموليس إذن ستريبتوكوكيس أجلاكتيا موجودة كنورمال فلورة في ثلاث أماكن هم اللور غاسترو انتستاينال تراكت والجينتال تراكت في عشرة لأربعين بالمئة من البيبول كيف يحدث النيوناتل سيبسس بصير؟ بصير أنه 1 in 4 pregnant women are vaginal or rectal carriers of JBC اللي هي الـ Group B Streptococci فميكونوا carriers و50% منهم راح ينقلوا هذا المرض للإنفنتز تاعهم ما يمني بيكون دوري ديوري 1-2% colonized infants develop Group B Streptococci يعني فيه 1-2% من الأشخاص من الأطفال أو الـ Neonates اللي راح يكون عندهم Group B راح يصير عندهم infection induces pneumonia in the first seven days of life إذن في البداية راح تعمل نيمونيا لكن لبعدين ممكن Group B infection أو اللي هو الـ Stratococcus agalactia تعمل septicemia تعمل osteomyelitis أو meningitis إذن كبداية ممكن تعمل لها نيمونيا بعدين راح يصير عند الماليد septicemia أو osteomyelitis أو meningitis pathogenicity حكينا أولاً it often infects newborns ليش it infects newborns؟ أولاً لأنه ما عندهم specific antibodies أو ممكن تكون المذر تاعة هذا الإنفنت is uninfected وبالتالي ما صار فيه passive immunity لهذا الـ Child it produces various enzymes whose roles in causing disease is not yet understood إذن بالتحديد الأجلاكتية راح تفرز various enzymes إذا هلأ ما منعرف شوه دورهم it produces polysaccharide capsules of 9 antigenic types IA اللي هم 1A 1B ومن 2 إلى 8 إذن هي عندها polysaccharide capsules في عليها 9 antigenic types الدزيزة اللي بتعملهم بدايةً بيكون عندنا Neonatal Bacteremia meningitis ونيمونيا حكيناً ما لابلش أول إشي بنيمونيا بعدين بيصير عندنا سبتيسيميا ومينجايتس ممكن تصيب الـ Immunicompromised لأولدر patients they are at risk أنه يصير عندهم Group B Streptococcal Infection هون عندنا الإبيديميولوجي منشوف كيف أنه Age of Onset يا إما Early يا إما Late الأ Early اللي بيكون عمر الولادة قل من 7 days Late بيكون من 1 week to 3 months Obstetric complications بالـ Early بس بالـ Late Infrequent شو أزنى؟ أزنى أن هذه المشكلة بتكون بعملية الولادة أن الأم أصلاً عندها Infection وبالتالي نقلت لأبنها هاد الحاكي ممكن يكون موجود بالـ Early Onset Disease اللي أقل من 7 days أما بالـ Late Onset Disease فلا It's Infrequent Time of Acquisition بالـ Early Onset بيكون Neutero or Add Delivery يعني صار عنده هاد الـ Infection يا إما هو بأريدي في الرحم يا إما بسطلع أما Late Onset Disease في Postpartum بعد ما طلع من بطن الأم Clinical Disease Early Onset تعمل باكتيريميا نيمونيا ومنينجايتس بالـ Late Onset تعمل باكتيريميا باكتيريميا ومنينجايتس لكن بإضافة لأستيوميولايتس المورتالي تيريت بيكون بالـ Early Onset High أما بالـ Late Onset لا الـ Diagnosis بيكون عن طريق الـ Blood والـ CSF cultures عن طريق الـ Agglutination والـ Eliza Tests الـ Incubation باكتيريا with Bastracine where ممكن أعطي Prophylactic Administration للبنسلين Intrapartum في بيحكولك هلا انه Immunization with Purified Group B Streptococcal Capsular Polysaccharide Has been shown to be possible الwork is underway for vaccine development بهاي الصورة بيفرجونا كيف انه gram positive لكوكاي بشكل عام تقسم حسب لpositive وnegative الpositive هم staff والnegative هم strip واللي احنا عم نحكي عنهم هلا هم strip اللي هم beta hemolytic او alpha hemolytic مش هنك بنقسمهم لgroup A وgroup B واللي احنا عم نحكي عنها هون موجودة في group B هلا رح نحكي عن تاني نوع من الباكتيريا الانفكشن اللي هم Listeria monocytogenes Listeria monocytogenes is gram positive non spore forming it ranges from coco bacilli to lung filaments catalyze positive and it's beta hemolytic اذا اننا يعرف انه هي عبارة عن non spore forming gram positive coco bacilli to long filaments catalyze positive and beta hemolytic عندها فلجلة وبالتالي في عندها motility وعن طريق الموتility منفرق بينها وبين الكوريون اللي هي هايها الكوريني باكتيريا لان الكوريني باكتيريا لان الكوريني باكتيريا does not move طبعا تنتين catalyze positive لكن الكوريني باكتيريا 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 لكن هم التنتين باكتيريا باكتيريا المشكلة في الليستيريا انها باكتيريا باكتيريا وهاي مشكلة السبب في هاي المشكلة انه هي فعليا ادما كان الاكل كوكت ادما كان الاكل كويس في احتمال حتى لو كانت باكتيريا في احتمال انه الليستيريا تصيب هذا الاكل وبالتالي تكون موجودة ثانيا بالأدلت لكن اذا كانت باكتيريا ايدي ممكن تعمل لها صبتك انفكشن اندفيتس حتى ممكن توصل لستيل بيرث فلازم ندير بالنا منها اولا انفاجن ازا بتعمل انفاجن عن طريق هذا السيرفز بروتين اسمه الانترنالين اسمه الستيرولايسين او ازا بتعمل انفاجن عن طريق شغلتين الانترنالين والستيرولايسين او ثاني فالتالي هو هو الـ الموجود عالتراليسل الموجود فيه بعدين عدنا انترناليزيشن باي فاكوسوم تدخل عالسيطبلازم بيجي الليستيرولايسين او بيخلي هاي الليستيريا free in the cytoplasm أولاً ثانياً it disrupts the actin manufacturing inside the cell and acquires it as cytoskeletal filament at one end of the bacteria يعني the cytoskeletal filaments will give it a comet-like shape which gives it the ability to travel or expel itself faster between cells يعني الليستيروليسين أو الوظفتين أول وظيفة هي أنه نخليها free in the cytoplasm ثانياً وظيفة هي أنه يعمل السكليد السكليد الفيلمنس يحولهم لcommit-like shape وبالتالي يسهل عملية انتقالها between the cells رابعاً رح تصير تنتقل from one cell to the neighboring cell acquiring a coat of both membranes بتوصل بعدين الليستيروليسين أو مرة يعني رح يعمل uncoating للبكتيريا ويخليها free in the cytoplasm عشان تعيد هاي السايكل again eventually رح تروح على السيركوليشن إذن لو عدناها سريع منحكي أنه أول إشي رح سير في عنا binding of the internaline to the receptor الموجود على target cell اللي بنسميه cadherine E رح سير في internalization by a phagosome الليستيروليسين رح يشتغل شغلتين أول إشي رح يخليها free in the cytoplasm ثاني إشي رح يخلي السايتوسكيلات الفيلمنس تستعمل comet-like shape يسهل انتقالها بين السيلز بعدها رح تنتقل between both neighboring cells رح تاخد شوية من الممبرين تبعها وشوية من الممبرين تبعها وتصير coating بترجع تدخل على ال neighboring cell برجع للستيروليسين مرة ثانية بتشير عنها الكوتنج وفي النهاية بتوصل للسيركوليشن بالنسبة للإبديميليولوجي إذن الإستيريا موجودة في السويل في الووتر في الانيميل انتستاين حكينا بما إنه هي جدا قوية وبتكون بتخاومة pH heat and cold وبالتالي بتعمل لنا الإستيريوسز الإستيريوسز بحكي لك إنه most cases are associated with dairy products spoultry and meat ممكن تصير لها transplacental and birth canal transmission يوجولي النورمال الإستيريا بتكون subclinical لكنها ممكن تعمل مع ال GI symptoms مثل نوزيا, abdominal pain, diarrhea, fever ممكن تعمل dissimulated infection اللي هو fever, malaise, constitutional symptoms it has troposm troposm to CNS شو عني troposm to CNS يعني هي specific لـ CNS أو أول بتحب تروح على CNS على brain brain chima in immunocompromised patients fetuses neonates it affects brain and meninges وبتعمل sepsis وعشرين بالمئة هو death rate البكتيريا هاي has the ability to form biofilms شو يعني biofilms يعني بتشبك ببروتينز معينين هدول البروتينز بيعملو لها cover وبتتخبه هاي البكتيريا جوات هاد الكبر مشان هيك هي resistant للـ pH للقول للهيت لكل هاد الحكي sterilization methods can't get rid of it it also helps in evading the immune system of the body إذن هي حقد محاولة نعمل sterilization مثل لبرايونز ما بيروحوا بالـ sterilization الثالثا it resists packaging processes or sterilization of hospital instruments like the catheters إذن أولا ما بصر لها packaging ثانيا ما بصر لها sterilization بالنسبة للـ diagnosis طبعا blood and CSF cultures أغلب البكتيريا بدها blood and CSF cultures ممكن استخدم برضو البتا hemolytic colonies ممكن استخدم الموتيلتي تست الكاتاليز تست treatment هناك حكاية منعالجها بـ penicillin G اللي هي الـ group B streptococci الاستيريا برضو منعالجها بـ penicillin G ampicillin بالإضافة للـ Tramthoprim sulfametoxazole لـ prevention إنه أعمل pasteurization of dairy products and thorough cooking of animal products خلصنا هيك من الليستيريا نحكي هلا عن الكلوستريديوم 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 gram positive spore forming رودز ذي ما حكينا قبل شو حكينا الليستيريا كانت non-spore forming gram positive إذن الكلوستريديوم والليستيريا both are gram positive لكن الليستيريا is non-spore forming أما الكلوستريديوم is spore forming it's anaerobic and catalase negative وهذا فرق ثاني إن الليستيريا كانت catalase positive لكن هاي catalase negative فيها 120 species تعمل oval or spherical spores produced only under anaerobic conditions طبيعيا إن هي anaerobic وبالتالي لن تنتج spores تقولها إلا في anaerobic conditions تعمل exotoxins تعمل wind infections tissue infections and food intoxications إذن إذن الكلوستريديوم gram positive catalase negative و spore forming أول واحدة ما هي الكلوستريديوم titani هاي common resident of soil and GI tracts of animals الاستيريا كانت موجودة بالسويل بالوتر بالانيمال انتستاين الكلوستريديوم titani موجودة بالسويل بال GI tracts of animals الإنكوبation period تعتها 4 days to several weeks بتعمل titanus or lock joe lock joe اللي هم الأشخاص اللي بيجي عندهم TM joint معذق هاي neuromuscular disease ما بيكونوا مقدرين يفتحوا ولا يساكرتمهم most commonly among geriatric patients لهم ال elderly IV drug abusers neonates in developing countries إذن التتناس بتصير بالخطائرة بتصير بالنيونات وبتصير بال IV drug abusers وحكيانا موجود أكتر إشي بالسويل وبال GI tract of animals spores usually enter through accidental puncture wounds burns umbilical stumps frostbite and crushed body parts إذن ببداية رح يدخل ب spores عن طريق هذو الأسباب كلياتهم بال anaerobic environment رح تكون ideal for vegetative cells to grow and release their toxin وبتعمل إشي منسميه tytanospasmin 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 هو عبارة عن neurotoxin by binding to motor nerve endings blocking the release of neurotransmitter for muscular contraction inhibition وبالتالي المسل will contract uncontrollably شو يعني؟ يعني هذا tytanospasmin هو neurotoxin بوقف إفراز inhibitor neurotransmitter وبالتالي بتضل المسل عام لcontraction stabile antigenic neutralized by an anti-toxin يعني هذا نعطي anti-toxin لتتانospasmin formaldehyde treatment of toxin non-toxic product اللي هو toxoid that retain toxic antigenicity إذن formaldehyde treatment لهذا toxin بتعطيني non-toxic product it will retain antigenicity لكن ما رح يكون toxic بنسميه toxoid death most often happens due to paralysis of respiratory muscles هنا هنا شايفين كيف motor neuron end plate muscle membrane هدو للvacules المفروض في الزواثة الكولين من pre-synaptic membrane لل post-synaptic membrane وهنا شايفين كيف البوتيولين اللي رح نحكي عنه هلا بيخرب هاي العملية diagnosis من نسبة لل المسيطر موسيطر 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 م بشكل عام من اسمها هي يعني في سباستيسيتي في سباستيك كونتراكشن ممكن يكون بالباك موسيل ممكن يكون بالمسيطر موسيل يعمل لي لوكجو ممكن يكون جنرلاوز ويعمل لي مرتاليات 15% إلى 60% بالنسبة للتريتمين نحاول إحنا هذا التوكسن اللي حكينا عنه هلأ اللي هو كان التيتانيوسبازمين نحاول نعطي أنتيتوكسن تيرابي اللي هو HTIG إذن الفكرة في معالجة التيتانيوسبازمين إنه إحنا بنحاول تكاونترياكت التوكسن فمنعطي أنتيتوكسن الأنتيتوكسن بيأثر على التوكسن اللي is not bound yet بس الأشياء اللي already bound ما بيأثر فيها بدنا كوائد دارك انفيرومنت ندير بالنا على الإيرويل لأنه ممكن يصير فيه جنراليزد سباستيسيتي توصل لرسبيراتوري موسيلز لازم نعمل كنترولين لنبنيسلين و تيترى سايكلين و موسير رلاكسن إذن القروب بي كان تعالج بموسيلين جي الإستيريا كان تعالج بموسيلين جي بالإضافة لأموسيلين و ترينثوبريم سلفاميثوكسزول بعدين إجرت عنه اللي تيتانيتي اللي بتتعالج برضه بموسيلين و موسير رلاكسن ركوفر is associated with generation of new axonal membranes يعني راحظة المريض أن يتبعاني لابن نسير عنده new axonal membranes إذا كان بكثير من أشخاص في القتال الحالة 10 عام، إذن لا يحتاج إلى التريتماد خلاص المريد بيكون قادم لديه الامونوغلبيلين واضع تمام في جوردان، نعطي الى الثالث والثالث والفافت منذ أما في أمريكا بيعطيه على السبب والفارث والثالث وعالث 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 وعالثين ممكن يستخدمه من الانتيبيواتيك لليش؟ لأجهد البكتيريا في الوضع واثنين، لإشتراف البكتيريا احنا ما نستخدمه تتراصيكلين حكاً تيتراسيكلين هو أنت وعيتك والسبب أن تبريفنت البكتيري الإنفكشن على الووند سايت توقيت البكتيريا الديتي اي بي اللي هو ديفتيريا تيتانس والسعال الديكي أظن اللي هو المطعوم اللي بيجي مع بعض المطعوم الثلاثي بنعطى على سكند فورث اند سكس منت هاد الحكي في الأمريكا البوسترز بنعطى ففتين تو ايتين منت and فورت تو سكس يار من عمر الـ 11 سنة هلو نحكي عن البوتيولينوم والفود بوزنينج هاي نوع تاني من الكروسترديوم اللي هي الكروسترديوم بوتيولينوم بتعمل بوتيوليزن اللي هو انتوكسيكيشن اسوسياتي بذ ان ادكويد فود بريزيرفاشن يعني بيكون سببه انه في مشكلة بيحفظ الطعام بتعمل بوتيوليزن بما انه احنا حكينا كل الكروسترديوم بشكل عام هم برضو موجودة بالسويل اند ووتر بنشوفها بالكاند فودز هاي مهمة بالمعلبات بنشوفها بالمعلبات اذا هي هيت رزيستنت لكنها ديسترويد باي بويلينج اذا هي هيت رزيستنت لكنها ديسترويد باي بويلينج اذا بتتذكروا حكينا عن التوكسن تبع الكروسترديوم تيتنس اللي هو التيتانوس بازمين كان هيت لي بويل اما هذا هيت رزيستنت بشكل عام الكروسترديوم بوتيولينا هي هيت رزيستنت موجودة بالسويل المحطي موجودة بالمعلبات مشان هيك هي اكترش مسؤول عن مثل الكلوستريديوم تيتني إذن ممكن تنتقل عن طريق الوونز مثل الكلوستريديوم تيتني وممكن تنتقل عن طريق الفود تعملنا فود بوزني حكينا بالشلدرن younger than one and two years old they should not eat honey ليه لأن الهني تأكيد ما رتعمله بويلن وبالتالي مستحيل يروح هذا السبورز وبالتالي فرصة أن يصير عندهم الكلوستريديوم بوتيوليزم بشكل عام عالي شو يعني؟ يعني إذا أنا ما وصلت لدرجة الحرارة الصحة والبرشر الصحيح بالبويلينج ممكن السبورز الضال موجودة إذن تحتاج لأنئربي كونديشن طبعا بما أنه هي منليك الأسترديام إذن أكيد تحتاج لأنئربي كونديشن إذن التوكسن تبعها اسمه بوتيولين بالنسبة للكلوستريبيام تيتني كان تيتانيوسبازمين نسيساري فور المسل كونتراكشن وبالتالي بيعمل فلاسيد باراليسس وهي المعنى المهمة بالكلوستريبيام تيتني اللي كان يصير هو أنه كان في مشكلة بالرليس افراز النيورو ترانزميتر وبالتالي بيعمل سباستيك باراليسس أما هون في مشكلة بإفراز الأستركلين وبالتالي بيعمل فلاسيد باراليسس ممكن يعمل double or blurred vision difficulty swallowing ممكن يعمل نيورو موسكولر موسكولر إذاً الكلوستريديام بوتيولينم اللي توسن تاعها اسمه البوتيولين التبس الأستركلين بيعمل flacid paralysis بينما الكلوستريديام التيتني فالتيتانوسبازمين بيعمل باراليسس 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 باستيك باراليسس باستيك باراليسس باستيك بإفراز النيورو ترانزميتر ممكن تنتقل طبعاً مثل ما حكينا أول إشيي الإنفنت بتعمل فلاست برس حكاً حكاً مشان هيك الانفنتس اللي اندر وان او 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 ايه مش المفروض يأكلوا هوني مين عنا الواند بوتوليزم اللي هي ان الواند بوتوليزم متل الكوستريديم تيتاني مانفستيشنز اولا الانكوباشن بيري تاعتها من 12 ل 36 ساعة الساعة نوزيا دراي ماث دياري اللي هم الفود بوزنين ساعة ممكن تعمل كرينيال نيرف ساينز عن طريق بلورد فيجين بيوبيلري دايليشن نستاجمس ممكن تعمل سيميتريك برايسيز هاي مهمة سيميتريك فلاسيد برايسيز مندها اوكيولر لرينجيال انجسبيراتوري موسيلز بعدين توصل للترنكو الاكستريميتيز بالانفنتس يوجوي بكون السبب هو دايت سبشلي هوني سبورز بيكون بيكتيريا بيكون بيكتيريا بروديوسيس توكسن انكولون كونستيبايشن بور موسيل تون ممكن استخدم انتي توكسنز او انتي ميكروبيكس الدياغنوسيس عن طريق توكسن ديتكشن ان بلود فود او اتنستاين انتستاين الكنتنس في الاسبشياليز لابس اذا البوتولينا بما انها بتعمل فود بوزنينج سيمتمس اذا اكيد راح تكون موجودية اما بالبلود اي اما بالفود اي اما بالانتستاين الكنتنس بعالجها عن طريق انتي توكسن تنيوترلايز الفري تكسن كاردياك انرسبياتوري سبورت اذا اذا كان السبب ويند فبعطي بنسلين بعطي برضو انتي توكسن لكن اذا كان السبب فود بوزنينج ففكرة ان اعطي انتي بايويتك بالنسبة للبريفنشن اخر موضوع هو الليبروسي هو عبارة عن الخرونيج granulomatous infection v backbone and the peripheral nerves سببه هو ال因為 bio amicobacterium liberg — it was first recognized in the ancient civilization of china aegypt and indiant the first known written mention that ol leprocy is dated six hundred bc لن يعرف اخر ايش عن leprocy انه هو chronic granulomatous infection بالseendes computing and七 ällس & إذن هي عبارة عن وهذه المعلومة شوى برضه من نتذكرها أنه أتوقع زي ما حكينا قبل شوى بالليستيريا الليستيريا كان إلها التروبيزم للسي أن أس لكن التروبيزم زي ما حكينا الليستيريا إلها التروبيزم للسي أن أس كما المايكوباكتيريا فإلها التروبيزم للشوان سيلز اللي هم يبغطوا البريفرال نيرف ولي الماكروفايجز فيابل باسل لايستيريا ستيند وكاربال فاشن أبير أس صوليد رود وث راوند انز إذا مظهرنا نشوفها آياتها صوليد رود وث راوند انز والضوز إرديولاري ستيند مثل هاي بيكونوا داد إت فيلس تغروه إن أرتيفشيال ميديا وإذا نبنعرف كل الأسد فاست باسل لايستيرا ستغروه إن أرتيفشيال ميديا سلولي في مايس أو أرمدلوز يعني كسل كلتر مافي أما إذا في مايس أو أرمدلوز ستغروه سلولي كيف بنتقل؟ أيروسولز يعني نيزل سيكريشن أبتك ثرو نيزل أو رسبيراتوري ميوكوزة يعني رح ينتقل بالهوى 83% of cases are present in 6 countries إنديا، برازل، بورما، إندونيسيا، مدغاسكر ونيبال إنديا هي أكتر دولة موجود فيها الليبروسي بشكل عام The primary host is the humans كأيجز، إتفكت أول أيجز، بس 20% المرضى بيكونوا under 10 years of age بشكل عام إتس إكستريمري ريال إن إنفنت الإنكيباشن بيريد 2-7 يارز ممكن توصل لدكيدز إنفكتيفتي فيه إتنات هاي فالإنفكتيفتي فيه إتنات هاي وإنده لونج إنكيباشن بيريد إذن نذكر عن الليبروسي إنه بنتقل بالأيروسولز غالباً بيصيد 20% تحت العشر سنياً جداً ريال إنفنت ونوجود أكتر إشي بإنديا الإنفكتيفتي إذ نات هاي عنده لونج إنكيباشن بيريد ثلاث أشياء يا إما تيوبركولويد لبروسي اللي هي بتكون البنين الميل تايب بيعمل هايبو أستيزيا أو براستيزيا يعني بيقلل فمشوفها وهاي مرحلة بتكون إذن أول مرحلة هي تيوبركولويد لبروسي اللي هتيتيء بتكون بتInt Gentigious تعمل بنين أو مايل تايب هيبوستيزيا أو براستيزيا بنفس المنطقة أو بتكون تاني مرحلة او تاني مرحلة او تاني مرحلة هو borderline leprosy منسمي borderline tuberculoid mid borderline او borderline leprometis اخر نوع leprometis leprosy هذا السيفير تايب بيكون في ear nose and forehead enlargement بيكون في loss of eyebrows lion face no sensation at all in the involved area اذا منفرق بينه يعني tuberculoid بيكون decreased sensation بينما leprometis بيكون diminished sensation بالمرة هو عبر عن diffused granulomatis reaction foamy macrophages more common around blood vessels and nerves a simpler field classification depending on the number of skin lesions يعني اسموه يائما بناء على clinical presentation يائما بناء على number of skin lesions بتكون ماتش او بوكي باسللريات اللي هي 2-5 باتش او مور ذن 5 باتش بنسميه مالتي باسللري اذا مننا يائما single skin lesions بوكي باسللري او مالتي باسللري هذا بناء على number of skin lesions اما بناء على clinical presentation فعلينا tuberculoid depresy borderline leprometis leprosy نحكي عانى clinical features طبعا clinical features راح نحكي عنهم واحد واحد أول إيش في عنا skin involvement مين دي بتكون macules or plex جدا قليل أنها تكون papules أو nodules بالتيوبركيلويد و بالبوردر لاين lesions are few بيكونوا hypo pigmented with raised edges and with reduced sensation تقدر تشوفوا هاي الصورة حكينا بالTT اللي هو التيوبركيلويد و بالبوردر لاين بيكون فيها hypo sthysia مش إنه بالمرة ما بيحس بيكون الإحساس أقل بتكون mild وبالتالي ممكن أشوف macules ممكن أشوف plex لكنهم راح يكونوا hypo pigmented لونهم مش جدا واضح سيكون عندهم raised edges لكن with hypo sthysia بالنسبة للبروميتاسفور فميكون في many skin lesions symmetrical confurant in some cases and many of them are not hypo sthysic و بيقول لنشوف الفرق بالصور كيف إنه بهاي الصورة تقريبا هيك ما بتحس تكتير واضحة ما بتحس أنا كتير سيئة أما هون منلاحظ كيف إنه منتشرة ع كل مكان symmetrical على الجهتين وماني of them are not hypo sthysic على الغالب بيقول ما بيقدر يحس فيهم إطلاقا وهان زي ما حكينا كيف إنه الليبروميتاسفور رح يعمل لنا loss of eyebrows رح يعمل لنا مشاكل بالأيز وبالنوز وبالفورهيد كلهم رح يعمل فيهم enlargement رح يصير عندنا lion face رح يصير عندنا رح يصير عندنا هيا بالإيرلوب صار عنده it's thick and lumpy وهي هدول أشخاص عندهم لابريميتاس لابريستي ممكن يصير عندنا نيرف داميج بالجيوبركولويد وبالبوردرلين glove and stocking بالليبرميتاس في عنا eye involvement ممكن يصير في blindness ممكن يصير في lagophthalmos اللي هي inability to close the eyelids ممكن يصير في corneal ulceration هدول بالنسبة لل eye involvement بالنسبة لل systemic features فبالنازل ميوكوزة ممكن يصير في saddle shape bone destruction disticular atrophy renal involvement and amyloidosis هلا بالنسبة للإيميونيتي فعنا clinical forms of the disease depend on the ability to mount a cell mediated immune response يعني كيف هاد المرض راح يبين كيف راح يعطيني clinical presentation بعتمد على قدرتي انا على اني اعمل cell mediated immune response الت بعمل strong cell mediated immunity vigorous cell mediated immunity lesions infiltrated with th1 like t-cells interferon gamma il2 well demarcated granulomas with few mycobacteria found in the lesion فthe disease بكون limited to few well defined skin patches بالنسبة لل leprimates leprosy for absent specific cellular immunity يعني راح يكون uncontrolled proliferation of the bacilli many lesions extensive infiltration of the skin and the nerves بالنسبة للdiagnosis فبستخدم acid fast stain لانه هي عبارة عن mycobacteria اللي هي acid fast bacilli ممكن استخدم lepromete test لكن هلا بطل يستخدم lepromete test intradermal inoculation of killed mycobacterium lepri وبشوفو يا اما في early reaction يا اما late reaction اخر يش ممكن استخدم السيرولوجي مثل الايزا ممكن استخدم PCR بالنسبة للتريتمنت فالكيمو هي ان all patients should receive multi drug therapy refampicine كلوفازامين و دابسون بالنسبة لك يعني هذا كالتريتمنت اما ككيمو بروفيلاكسس فبعط دابسون اذا ككيمو ثرابي او كعلاج لازم اعطي multi drug therapy اللي هي refampicine كلوفازامين دابسون التابسون بالتحدي ممكن اعطيه ككيمو بروفيلاكسس لا الكنتاكتس تطعون هاي الكيس ولا للتشيلدرن وشكرا جزيلا